السلام عليكم يا زيك شباب الاخبار. نبدأ كلامنا بالله مرزقنا لفلاصف النية وسادة التوفيق في القول على العمل بسم الله. ان شاء الله نهاردة هنتكلمه عن المزينكايمال تيومرز. حصة اللي فاتت خدنا الابثيليال تيومرز خدنا البناين وخدنا الماليجنانت بشكل مفصل. النهاردة ان شاء الله هناخده المزينكايمال تيومرز ولكن بشكل رئيسي هناخده البناين. يعني الماليجنانت هنجيبه سريعتها في الاخر اللي هي الساركومة. ولكن اللي بشكل مفصل هتبقى. اول حاجة يعني ايه الحاجات اللي المفروض اقولها اما اشوف تيومر? يعني انا لما ابص على تيومر. ايه الحاجات اللي انا المفروض اكمنت عليها? اول حاجة اشوف النمبر بتاعه. هل هو بيباسنجل? كتيومر واحد يعني ولا بيطلع عملته? الشاب هل هو راوند ولا اوفل? الكابسول هل هو كابسوليتد ولا انكابسوليتد? هل هو بيبقى ليه لون معين مسلا? اما قطعه? هل هو بياخد شكل معين بيلف حوالين نفسه? يعني ولا على هيئة يعني انا لو مساكت ده هل هيبقى طريق ولا هارد صلب زي العظم? ولا فرم? فرم دي اللي هي اللي هي احساس اللي هو مش طريق ومش برضو صلب زي العظم. بيبقى في النص. طيب ده كده بالعين. طب مايكروسكوبكلي? ايه الحاجات اللي بكمنت عليها? اول حاجة الكابسول ممكن نشوف بالمايكروسكوب هل في كابسول ولا لا? ممكن ابص على الخلايا على النكلياس بتاعها والسايتيبلازم بتاعها ممكن اكمنت عليه. اشوف الاسترومة هل هي فيبرس ولا هي كارتليجينس ولا هي ميكزويد? اشوف البترن بتاع الخلايا. هل الخلايا دي عاملة يعني نيمة كده يعني عبارة عن شيت? ولا نست دي اللي هي كده من الخلايا ولا عام لشكل او غدد. دي يعني الحاجات اللي احنا هنكمنتوا عليها واحنا ماشيين. اما نبص عالصورة هنشوف هل هي سنجل ولا ملتبير راوندد ولا اوها كزا. احنا عندنا ده. مين هما عندنا 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 العضم عندنا وعندنا هنمشي على واحد واحد من دول نشوفه بتاعه. اول حاجة الفايبروما. مين الفايبروما دي? والله ده اللي هو الفايبرستيشو. واوما اللي هو بتاع المزن كايمال التسمية دي كنا اخدناها. فده طيب شكله من بعيد بيبعمل ازاي? والله تعال ان بصوا. يعني احنا عندنا هو ده كده. طيب انا متوقع ايه? هو ده يا جماعة. في العادي عبارة عن ايه? في العادي هو عبارة عن الخلايا اللي هي والفايبرو بلاست ده اللي بتلي كولاجن او اللي بتنتج الكولاجن. فهو الفايبراستيشو اساسا هو عبارة عن الفايبرو بلاست كخلايا والكولاجن. الكولاجن فايبرز. واحنا النهاردة هنتكلمه عن او احنا دلوقتي بنتكلمه عن فالتيومر اللي بينتج او اللي طالع ده هيبقى شبه المزر تشو عادي. لانه بناين هيبقى كشكل هو يعني هو كده كده هو ماس هو كتلة. يعني ده شوية ممكن وهكذا. الكابسول هو في الاغلب في الاغلب دي كابسول. لو نفتكره اما كنا بنتكلمه في اول محاضرة كنا جبنا سيرة اتنين انكابسوليتد. كانت انكابسوليتد. كانت انكابسوليتد. فالفايبروما لا هي كابسوليتد عادي جدا. طب على حسب بقى يعني انا الفايبروما دي لو مسكتها هتبقى هارد ولا هتبقى سوفت. احنا قلنا هي عبارة عن ايه? احنا قلنا هي عبارة عن بتلاي كولاجن. والله لو فيها كولاجن كتير هتبقى هارد. لو ما فيهاش كولاجن كتير هتبقى بس هو ده كده. يبقى احنا عندنا كشيب هي ممكن تبقى او الكابسول هي في الاغلب تابسوليتد على حسب كمية لو الكولاجن قلائل هتبقى سوفت. لو الكولاجن كتير هتبقى هارد. احنا عندنا ده كده شكل من اشكال الفايبروما طالع من تندن. ده كده طالع في كدني. لان احنا عندنا يعني بتاعتها احنا موجود في حتة كتير. الفايبراستشو موجود في السابك يستشو تحت الجلب. موجود في الفياشية. موجود اه في يعني العضلة بتبقى متقسمة بفايبراستشو موجود في التندن. وكمان احنا عندنا اي اورجن يا جماعة اي برينكيمتاس ارجن الافري البريست الكدني كل الارجنز دي كنا بنقوله دايما ان فيها استرومة صاح والسترومة دي فايفرستشو فالسترومة دي ممكن يطلع منها فايفرومة عادي جدا طيب كمايكروسكوبكالي هتبقى عبارة عن ايه والله هتبقى عبارة عن باندلز من فايفروسايت وكولاجين فيبرس نفس الكلام اللي قلناه يبقى احنا كده عندنا عبارة عن او بتحط جنبها او بتلاقي ده طب والله هلاقيها ماس بس يعني هي كتلة من ده لو فيها او لو فيها كولوجين كتير هتبه لو الكولوجين هتبه ده كده برضو صورة احنا عندنا يعني لو جينا كبرنا على دي ده الكدني عادي ما علينا المهم الفيبروما دي دي بتاعت او وكل التاني ده هو اللي هي بتطلعها تمام فهي عبارة عن الفيبرو سايت او والكولوجين بس كده طيب ده تاني حاجة معنا هي يعني دهون وقومة يعني بناين تيومر فلايبوما اللي هو الورم دهني او او ورم بناين تيومر طالع من الادلت فات سيلز وادلت فات سيلز مهمة اللي هي اللي هي بتاعت الادلت لان الاطفال اه التيومر بتاع الدهون بتاعهم بيبالي اسم مختلفة اللايبوما عندنا هي ساعات بتعمل ممكن تبقى كبيرة شوية وممكن تبقى اللايبوما دي هي الكيس الدهني يعني في ناس تقولك ان هم بيطلع كياس دهنية هم عارفين هو في فاميلي هستري الموضوع فهي ممكن تطلع ملتبل وممكن تبقى كبيرة شوية وممكن تبقى صغيرة عادي يعني هي الاحجام مختلفة طب كجروسلي والله هي بتبقى عادي الصيز زي ما قلنا ممكن تبقى كبيرة ممكن تبقى صغيرة الكبسول عادي بتبقى من الاسهل الحاجات تتشان لان هي بيبقى لها كابسول فالجراح بيشالها بسهولة يعني. بتاعها تبها صفرة. صفرة طبيعي لان طبيعية هي طبيعية هي طبيعية هي حرفيا يعني لو ترجمتوها هتلاقيها دهنيا. فهي ده اللي هو احساس الدهنة يعني. تمام? فده كده طب والله هنشوفوها بس اه ككابسول فهي ممكن اشوفو بتاعها بتبقى عبارة عن متقسمة يعني هي بيبقى في عادي او فيها وداخل فيها اللي بتغزي بتشو عادي. السلز بتاعتي هي يعني هي شبه الخلايا الام. ليه? لان ده تمام? فطبيعي ان الخلايا بتاعته لان الخلية بتبقى مليانة آآ دهون. والنيوكلياي بتبقى مزح على جنب. لو شفنا الصورة دي. لو جينا نكبره دي كده الخلايا الدهنية هي انت انت مش شايف غير اصفر بس هي خلايا عادي وفي يعني اللون اللي انا بشاور عليه ده ده نيوكلياي. مسلا هنا دي كده نيوكلياي. هنا النيوكلياي بتاعت الخلايا. فهي الفكرة كلها ان الخلية بتبقى مليانة دهون وزايحة النيوكلياي على جنب. زي العادية خالص تمام? وده الفايبروفاسكولار سيبتة بتاعتها. بتطلع فينا? في الاماكن اللي فيها فات. فهو الفات اشهر مكان ليه سابكي تينيس في فات. ولكن هي مشهورة قوي في حاجة زي النكة. وكما ممكن تطلع من والريتروبريتينية الفات. يعني احنا عندنا مثلا هي حوليها الميزنتري ده في فات. فهي ممكن تطلع من الفات بتاع الميزنتري عادي جدا. تالت حاجة ليومايو. ليومايو يعني سموس مصب. فليومايوما هي طالع من وبيبقى مشهور قوي في في الرحم في اليوترس. طيب العدد والله ممكن في الاغلب مالتبل هنشوفوها. هي في الاغلب الكابسول. اللايومايوما من الحاجات اللي احنا قلنا ان هي ملهاش كابسول. كنا قلنا انها ولكنها ملهاش كابسول. وهنا كاببين ان هي جروسلي من بعيد بيبانيها فولس كابسول. او بتبان كأنها عندها فولس كابسول. بسبب انها بتبقى ضغطة على اللي حواليها. ولما نشوفوا اليوترس هنفهموا الحتة دي. لانها عضلة مش مش دهون عشان بتبقى بتاعها بتبقى ملفوفة زي اي مصل. يعني هي المصل طبيعي بالتند ان هما يبقوا ملفوفين على بعض. هنشوفوا الكلام ده اما نشوفوا الصورة. مايكروسكوبكالي اتفقنا انها انكابسوليتد. الباترن بيبقى من السموس مصل والفايبراستيشو. طبيعي بيبقى فيه سبتة في في المصل. زي ما اتفقنا هي هي هيبقى فيها سموس مصل. وطبيعي بيبقى فيه فايبروسايت كمان لان بيبقى فيه استرومة. اشهر مكان اللي هتطلع فيه هو اليوترس الرحم. وممكن يبقى معها كمان يعني ممكن يبقى معها فايبراستيشو كمان فسميها فايبرو مايوم. وساعة ممكن تطلع في سموس مصل تانية. زي الانتستن زي الاستومك زي الاسوفيجس. طيب ده كده الرحم. يعني ده كده اهي اه حتة او واحدة ماس التانية التالتة الرابع الخمسة. ففي الاغلب بيبقى ملطبن. وهنا مسلا دي صورة بجد ده كده بتاع اليوترس او ده اليوترين كافيتي وده نقول بتاعه كل دي. دي مثلا دي ليوميومة. ليوميومة كبيرة جدا. يعني هو ده اليوترين كافيتي وده الليوميومة طالعة من الجدار بتاعه. هي واحدة بس كبيرة شوية. وهنا دي برضو صورة للليوميومة ولكن يبان فيها ان الفايبرز يعني انها لفة شوية. طبعا هي دي رسمة. ولكن هي تحس ان الفايبرز لفة على نفسها شوية. فهي دي اللي بنقول عليه. هنا ده صورة مايكروسكوبك. احنا عندنا دي الليوميومة. وحواليها تشو ايه ان يكون هو ايه? والحتة اللي في النص دي تمام? زي ما انت شايف كده فاضية. وعلشان كده بيسمى انها ليها يعني هي الجراح لو دخل هيعرف يشيلها عادي. ولكنها ملهاش كابسول. طب هي ليه ليها او ليها لها 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 وفيه بينها وبين اللي حواليها الحتة الفاضية دي او ده. اللاين ده بيخليها او احنا بنقول عليها او علشان كده الجراح بيعرف يدخل يشيلها بسوء. كل دي يعني اشكال مايكونسكوبك لنفس الموضوع لا يميب. رابع حاجة الكوندرومة. كوندرومة يعني كوندرومة ده اللي هو الكارتلج. وقومة اللي هو بناين تيومر. فده بناين تيومر من الكارتلج. من بعيد بيبقى عامل ازاي? بيبقى بتاعه. فالكابسول بيطلع سيبتة عادي دخل التيومر كأنها زي اي سترومة او زي السيبتة. الكابسول طبيعي ان هو بيبعت في النص تقسم التشو ده. مايكروسكوبكالي احنا عندنا. الباترن هيبقى لبيولز هنشوفوها كمان شوية على الصورة. ولكن يعني الفكرة ان هي بتبقى لبيولز بسبب الفايبرا السيبتة. الفايبرا السيبتة اللي داخلها دي بتقسم لي التيومر بتاعي الى لبيولز. الخلايا بتبقى طبيعي انها كوندروسايت شبه لكوندروسايت الام لان ده فمش هشوف الانابليزيا يعني. فطبيعي ان هي او طبيعي ان هي واحجام مختلفة واشكال مختلفة وهكذا. وطبعا لان هو في الاول في الاخف تيومر. الاسترومة الاسترومة يعني بتبقى موجودة ولكنها بتبقى قليلة. اه وسط السيميترانسليوسنت كنترويد ماتريكس. هو الكارتلج يا شباب مش بيبقى ابيض تماما زي العظم. هو بيبقى سيميترانسليوسنت هو الشكل ده. لو شفتوا الكارتلج يعني حتة كارتلج صغيرة بتلاقيها بتلاقيها شفافة سنة. يعني هي هي مش بيضة تماما او مش قفل قوي زي العظم يعني. بيطلع فين? والله هو ممكن يطلع في الشورت بونز زي الهاند والفيت. او ممكن يطلع في الفلات بونز زي الاسترنم وزي الربز. ده كده كندرومة. طلع من من الهاند هنا. دي كده برضو صورة للكندرومة. يعني دي كده السبتة بتبه داخله تقسم لي الكيومر بتاعي للوبيولز. فهي مقسمة جزء ده الواحده جزء ده الواحده جزء ده الواحده وهكزا. ودي صور للكندروسايتس والكوندرومة عموما. خامس حاجة الاستيومة. الاستيومة يعني ورنف العضل. فاحنا عندنا الاستيومة دي هو كده كده. عندنا نوعين. حاجة اسمها او 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 استيومة وحاجة اسمها هي دي فكرتها ان هي ما بتبهاش زي الكمباكت. فهي بتبقى اقل في بتبقى تحس يعني مش عضن قوي. يعني اه اطرة شوية. هي هي من البون ولكنها بتبقى مش كالسيفايد زي او 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 استيومة. الكمباكت او الاستيومة بتطلع في الاغلب في الجمجمة زي دي. ولكن هي مشكلتها يعني هي بتطلع من العضم بتاع الجمجمة. يعني دي كده صورة. ده العضم بتاع الجمجمة والتيومر طالعه. التيومر ده ما فيش مشكلة لو طلع لبرة. يعني هو مشكلة الوحيدة هتبقى انه مباوز الشكل. لكن انا مش خايف منه لانه بناين. لكن مشكلته لو طلع من جوه. لو طلع من جوه هيضغط على الدمال. ودي طبعا هتبقى على الكارسة يعني. وتاني حاجة زي ما قلنا الاستيومة بيطلع من انت بتاعه. بيطلع من العزمة الطويلة زي الصورة دي. سادس حاجة هيمنجيومة يعني ورم طالع من طالع من وكرنا اتفقنا ان ده من الحاجات اللي ملهاش كابسولة. احنا عمدنا نوعين من هيمانجiومة. حاجة اسمها ي TRN في اهما الفرق بينهم ايه? الكابيلر هيمنجيومة هتبقى او يعني علشان نفهمو اصلا الهمانجيومة دي عبارة عن ايه? هو تيومر من البلد فيسل. احنا قبل كده يا جماعة ما كان بيحصل كان عبارة عن ايه? يعني مسلا ما حصل فلنفترض مسلا كان طالع من نسيج دهني. فعمل نسيج دهني كتير. فده طالع من فهيعمل كتير. يعني هنا حصل طلع لي كتير. عمل كتير. فهي كمية دي هتعمل ماس. يعني هتطلع على الجلد كده. هي في الاغلب بتطلع على الجلد. وتعمل ماس. تمام? فها دي فكرة الهيمانجيومان. انا بعمل بلد فيسلز كتير. طيب البلد فيسلز الكتير دي لو هي صغيرة هتبقى اسمها لكن لو بتاعتها واسعة هيبسمها كافيرنوس هيمانجيومان. طيب من بعيد او بالعين المجرد بيبقى شكل عامل ازاي? هي بتبقى على السيرفز. زي ما قلنا هي عاملة يعني هي بلد فيسلز وكل حاجة. ولكنها متكتلة هنا. وبالتاني طبيعة هي رفع السيرفز شوية. هي بتبقى ولكن زي ما اتفقنا. طب بتاعها طبيعة الهيمانجيومان. زي ما اتفقنا فيه وفيه لو جاينا بصينا. دي كده زي ما انت شايف بتبقى واسعة. يعني واسعة. كبيرة. وكلها محتقن على اخيرها دم. يعني مليانة دم. الكابيرنوس ممكن يبقى فيه واحدة منها فاضية. الكافيرنوس علشان مليانة دم وعلشان واسعة. فساعات ممكن تلاقي فيها او فيها الدم ممكن يتجلط في حتة منه. يبقى الكافيرنوس. فكرتها انها واسعة اوي. يعني بتبقى كبيرة. وبيبقى فيها زي ما احنا شايفين. طيب تعال كده نشوفه المقارنة بينهم. الكابيرنوس على الناحية التانية بتبقى فكرتها ان هي تبقى طبيعي زي اي في الكابيرنوس بتبقى مفصلة بسترومة ولكن بتبقى قليلة. يعني لكن زي ما شفنا في الكافيرنوس فهي بيبقى فيها كبيرة طيب في الكابيرنوس. والله هي بتبقى فيها دم ولكن بعضهم بيبقى فاضي زي ما هنشوفو دلوقتي لكن بتبقى مليانة على اخرها دم وعلشان مليانة في بعضهم بيبقى كأجليت في دم بيبقى متجلط جوه اساسي. لو جينا نبص هنا دي كده كابيرنوس دول يعني في بعضهم فاضي يعني هما في بلاد في دي الاحمر دي الاحمر دا الاحمر دا الاحمر ولكن بعضهم فاضي يعني دي مسلا فاضية تمام دي يعني هي دي رسمة توضيحية مش اكتر ان دي كده ودي فيها ولكن زي ما شفنا هنا في بعضهم بيبقى فيه زي دول وبعضهم بيبقى فاضي زي دي مسلا زي الصغيرين دول ممكن ما يباش فيهم دم لكن هي كبيرة جدا وبالتالي طبيعة يبقى فيها دم تبقى محتقنة بالدم على اخرها وعلشان بقى فيها دم كتير ممكن تلاقي فيها بعض الدم بعض الدم متجلط ده شكل الطفل هو لسه مولود فيه اكتر من نوع من الهمنجيومة ولكن يعني هو ده بيبقى شكلها في الاغلب بتطلع في الوش زي دي كده وممكن تطلع في الاسكن في الدماغ في اي حد سابع حاجة معنا هي نيوروفايبرومة نيوروفايبرومة او شفانومة او شوانومة دول عبارة عنه طالع من الشيث بتاع النارد احنا مش هنتكلمه على تيومر طالع من النيورون شخصية لأ بص احنا عندنا ده كده النيورون تمام الاصفر ده النيورون ده بيتغطى تمام بميلاين شيث ميلاين شيث ده جاي من جاي من الشوانسل ده ده اول خطوة احنا عندنا ده او النيورون ده متغطى بميلاين شيث مشتق من الخلية دي اللي هي الشوانسل المهم هيجي يتجمع مع او اول حاجة هيتغطى بكمان غطى اللي هو الاندونيورين بعد كده يتجمع مع اكتر من حاجة او يتجمع مع اكتر من واحد زيه. ويتغطه بعد كده اكتر من ترانك يتجمعه مع بعض ويتغطه يا باحن الاول عندنا اتغطى من بعد كده اتغطى بعد كده هو والتانين او succeed. اتجمعه مع بعض اتغطه بعد كده او اللي اتغطه اكتر من واحدة اكتر اهدأ مع بعض ولا تغطوا في ايبينيوريام. لو التيومر طالع من اللي هي اللي كانت في الاول خالص هنا هسميه شوانومة او شوانومة اينيكم تبططأ ازاي? طيب لو طلع من الاندونيوريام او من هيتسمى بس هي دي الفكرة كلها. طيب اللي بتطلع فيه? والله هي في الاغلب بتطلع من العصب التامنة الكرينيال نيرف التامن اللي هو العصب ده هو اشهر مكان يطلع في اللي شوانومة ولكن هم ممكن تطلع في اماكن تانية عادي جدا لان هم هم كمان بيبقوا متغطيين باستعمال اللي شوانسل او بتاع اللي شوانسل هي بيبقى شكلها صعب شوية يعني هي في الاغلب لان طبيعيا في الجسم كله فدي صورة صورة بتاعنا ولكن منظر صعب شوية يعني دي كده وممكن تطلع بالصورة دول كده احنا يعني هو الكلام عليهم بسيط احنا دلوقتي هندخله في الساركومة الساركومة يعني ما علي ناش تفاصيل يعني مش هنمشي في تفاصيل كل واحدة ولكن هناخده معلومات عامة عن الساركومة عشان نقرر منه بينها وبين الكارسينومة عامة الساركومة معلومة عنها قبل ما تدخل هي اسوأ من الكارسينومة اسوأ منها بكل حاجة تقريبا يعني الساركومة هي النسخة الاسوأ او هي اصعب في كل صفاتها فمبدئيا الكارسينومة كانت بتحصل في الكبار الساركومة بتحصل في الاطفال بتحصل في الصغيرين الساركومة بتكبر اسرق في معلومة كنا قلناها عن الساركومة في تاني حصة هي ان الساركومة بتحب تنتشر بلد وان اللي انتشر بلد اسوأ هي بتنتشر بادري بلد لان احنا كنا قلنا ان الساركومة غنية بالبلد فيسلز ولكنها بادلي فورمد بلد فيسلز بلد فيسلز الول بتاعها يعني الول بتاعها رفيع. الول بتاعها بدلي فورمت. فكون ان هي الول بتاعها بدلي فورمت فسهل تعمل لها انفيجن. سهل الساركومة تعمل لها انفيجن. ونتيجة لان فيها بلد فيسلز وانها تعمل انفيجن وهكذا. ده هانتج عنه هامريج نزيف. كمان ان هي تبعت ايه لبلد متاسيز او انها تبعت بلد متاسيز بسهولة. هتنتشر بلد بسهولة. احنا كنا قلنا ان البناين تيومرز بتاعة المزين كايمل كانت بتعمل ماس. والمادي كان ممكن تبه وكان ممكن تبقى هارد مثلا زي زي الاستيومة. ولكن الساركومة هي بتبقى يعني ولكن هي بتبقى يعني بتبقى يعني بتبقى عبارة عن بيبقى فيها تشو كتير. تمام? بيبقى فيها تشو كتير وفيها وهكزا. فهي هنقوله او لما انقرنوها بالكارسينومة هنقول ان هي مليانة نسيج. زي دي كده مثلا. تمام? ده يعني كمعلومة بسيطة بس عن الساركومة. هنقرنوا منهم وهنقرنوا بينهم سريعا ودي اخر حاجة في المحاضرة. احنا عنده الكارسينومة هما الاتنين ما لجنا. كارسينومة وصاركومة. الكارسينومة بتبطلع من الساركومة طلع من المزينكايمالتشو. الكارسينومة بتطلع في الاولدر ايج. لكن الساركومة بتطلع في الصغيرين. يعني طبعا ده في الاغلب هما الاتنين بيطلعوا في الاثنين. ولكن ده في الاغلب اولدر ايج ده في الاغلب يونج ايج. الكارسينومة هي في الأغلب بتطلع بسرعة ولكن أبطأ من الساركومة الساركومة بتطلع بسرعة قوي يعني بيبقى سريع قوي في النمو بتاعها الكارسينومة ممكن تبقى ممكن تبقى على حسب لكن الساركومة في الأغلب هي فلشي وسوفت يعني هي في الأغلب نسيج طاري كده الكارسينومة في الأغلب زي ما شفنا هتقلصريت وتعمل لكن الساركومة في الأغلب هي فقط بلقي ماس مجرد ماس طيب الفاسكولاريتي والله الكارسينوما لس فاسكولار ما جبناش سيرة ان هي فاسكولار قوي يعني لكن الساركومة هي فيها فيسلز كتير فهي مور فاسكولار واتفقنا ان هي مور فاسكولار والول بتاعهم مش الول بتاعهم بدلي فورمت وبالتالي ده هيعمل هامريجيو بسهولة وكمان هتبعت بلد متاستسيس كتير او بلد متاستسيس بسرعة انت شارك كارسينوما بتبدأ لمفاتك مع عادة كام اكسيبشن كنا قلناهم لكن الساركومة بتحب تنتشر بلد مايكروسكوبكلي فالتيومر بتاع الكارسينوما ممكن يعمل او ممكن يعمل ماس من مليجنانت سيلز الكلام اللي كنا قلنا مرة اللي فاتت الهنا اللي عايز يقولولك ان بشكل رئيسي مليجنانت سيلز وبشكل رئيسي هو بيبقى عبارة عن ماس ان هو بيبقى مليجنانت ماس او بيبقى ماس فيلشي زي ما قلنا تمام لكن الكارسينوما ممكن تطلع على هاية ديول وهكزا الكلام اللي قلنا نمر الفاني. ده كده بالنسبة لي المحاضرة دي. هي المحاضرة. ما فيهاش كلام كتير. هو فكرة بس الصور. تمام? فاتمنى يكون يعني الشرح بيساعد. ولكن هي بشكل رئيسي صور. ان انت هتعود عينك عالصور. تمام? اتمنى يكون الشرح كمفيد وتكونوا استفدته. ونتابل المرة الجاية ان شاء الله.